عقد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي لقاء ثنائيا مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الألبانية وذلك على هامش مشاركاتهما في فاعليات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وأكد وزير الخارجية أهمية مواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات معربا عن التطلع إلى عقد جولة المشاورات السياسية بين الجانبين فضلا عن ضرورة الارتقاء بالعلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية كما أشار عبد العاطي إلى أهمية البناء على المكون الثقافي ودوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين منوها في هذا الإطار إلى اختيار الاتحاد من أجل المتوسط مدينتي الإسكندرية وتيرانا كأول عاصمتين للثقافة والحوار في منطقة المتوسط لعام 2025